السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تربط طلبات الصف الثالث الثانوي هنبدأ مع بعض النهاردة في الجزء الخاص بالأرجانيك كيمستري معنى كلمة أرجانيك كيمستري الكيمية الخاصة بالمواد العضوية معنى كلمة أرجانيك يعني حاجة جاية من داخل أرجان فكان قبل كده العلماء مقتنعين بالنسبة كبيرة جدا أنه لازم يكون في عندنا فيتال فورس ثيوري اللي نظرية حيوية بتؤكد أنه لازم يكون كل الأرجانيك كومبوند بيكون موجودة داخل أرجانز أو داخل ليفينج أرجانز فطبعا النظرية دي طبعا تم تدمرها لما جاء العالم لما جاء له العالم برزيلياس وعمل تجربة أو اكتشف وهو في المعمل كون أرجانيك كومبوند من خلال مواد غير أرجانيك يعني مثلا مزك مواد إن أرجانيك زي ال NH4CL اللي هي أموليوم كل رايد لما أعمل لها هيتينج ويذ A-G-C-N-O تمام هيعطينا طبعا يحصل ويعطينا ال NH4C-N-O بلس ال-AG-C-L والداك اللي هو ال NH4C-N-O اللي هو ده عبارة عن أرجانيك كومبوند وبالتالي طبعا دم تدمرها بالكامل لما مسكنا ال NH4C-N-O عملنا لها برضو تاني فدى لك حاجة اسمها اليوريا واليوريا ده كان أول كومبوند أول أرجانيك كومبوند تم تحضيره داخل اللابراتوري يعني هما كانوا مقتنعين بالنسبة مليون في المية إنه ما يقدرش أبدا يطلعوا أي أرجانيك كومبوند من خارج أي أرجانيك كومبوند أو خارج أي ليفنج أرجانيك لكن لما عملوا التجربة دي وقدروا يستخرجوا أو قدروا يطلعوا اليوريا اللي تعتبر مادة عضوية أو تعتبر أرجانيك كومبوند من داخل المعامل طبعا برقة الموضوع ده يبدأ ثورة كبيرة جدا في علم الأرجانيك كيمستري وطبعا إحنا لما مسكنا اللي هو الـ NH4CNO لما عملنا لها لها الأمونيوم سيانيت وعملنا لها هيتنك على طول حصل لها تحويل إلى اليوريا لها الـ NH2CONH2 وطبعا ده كان يعتبر أول أرجانيك كومبوند تم تحضيره داخل اللابراتوري تمام؟ طيب من هنا بقى بدأوا العلماء يعملوا مقارنة أو يعملوا مبين الأرجانيك كومبوند وي الـ Inorganic كومبوند تمام؟ وي البرابيرتز الخاصة بتاعاتها فلما نيجي نعمل مثلا مبين البرابيرتز of organic and Inorganic كومبوند هتدي لك مثلا مثلا بسيط جدا من نسبة لي الأرجانيك وليكن مثلا اللي هو الأويل تمام؟ أو السمنة أو أي حاجة من الكلام ده أما الـ Inorganic مثلا حط في اعتبارك وليكن مثلا زي الصوت أو التابل الصوت اللي عندك موجود في البيت لما أجي أتكلم على الـ Inorganic Solubility Inorganic In Inorganic Solvent طبعا أنت عارف أنه السولفنت عندنا بيكون فيه عندك نوعين معنى كلمة السولفنت يعني المادة اللي احنا بندور فيها المواد بتاعتنا السولفنت عندنا يأما يكون يأما يكون بولر يأما يكون نان بولر تمام كده؟ يأما يكون بولر يأما يكون نان بولر طبعا الووتر هو يعتبر أشهر واحد لما أجي أتكلم على الـ Organic Compound بالنسبة لي الدوبان بتاع أو بالنسبة لي السوليوباليتي In Inorganic Solvent اللي زي الووتر طبعا لما هنلاحظ الـ Organic هنعرف أن هي Not Soluble In Water أما الـ Inorganic فأنت عارف أن السولت مثلا معظمها بيدور في الميا فده بيكون إيه بيكون سوليوبال يأما مثلا بالنسبة لـ Solubility In Inorganic Solvent الـ Organic Compound Not Soluble لكن الـ Inorganic Compound طبعا طبعا بالنسبة لي سوليوباليتي In Organic Solvent زي مثلا التلوين تمام على طول طبعا ده لكن بالنسبة لي الـ Inorganic Not Soluble وطبعا أنت أخات اللي هي Solvent Dissolve خلاص كده بالنسبة لي الـ Conductivity أو التوصيل الـ Organic Compound طبعا Non Conductive لكن بالنسبة لي الـ Organic طبعا معظمها بيكون بالنسبة لي اللي هو القابلية لي اللي اشتعال طبعا ده بيكون لكن ده طبعا ايه أما بالنسبة لي تابعا اللي هو التطاير أو أنه لما آجي مثلا أفتح إزازة الأسيتون أو أفتح إزازة على طول بيحصل أو البنزل مثلا ده بيكون أما بالنسبة لي الـ Inorganic بيكون طبعا بالنسبة لي الخاص بي الـ Organic بتكون لكن بالنسبة لي الـ Inorganic بتكون طبعا وكذلك الـ Boiling Point بالنسبة للـ Organic بتكون أما بالنسبة لي الـ Inorganic بتكون برضو تمام ده بالنسبة لي الخاصة الـ Organic و Inorganic لما نجي بقى نتكلم دلوقتي على Reasons Reasons of Abundance of Organic The ability of Carbon Atom 2 طبعا إحنا عندنا الأسباب اللي بتخلي الـ Organic الـ Abundance بتاعتها كبيرة جدا أو الوفرة بتاعتها كتيرة جدا في عندك أسباب أسباب إيه هي الأسباب أول حاجة أول حاجة طبعا أنت عارف معنى كلمة Organic الـ Carbon بيكون ده يعتبر Organic Compound قالك لا بالنسبة لي مثلا الجازز زي الـ Carbon Dioxide والـ Carbon Monoxide رغم أنها موجود فيها Carbon إلا أنها Not Considered as Organic Compound كمان نفس الشي الـ Carbonate الـ Compounds اللي بيكون موجود فيها الـ Carbonate أو الـ Compounds اللي بيكون موجود فيها الـ Carbonate تمام كده يبقى دلوقتي إحنا عارفنا مع بعض معنى كلمة Organic Compound ده على طول لازم contain Carbon بس يكون عندنا إيه هو إيه هو إن مثلا زي الجازز الكربون داي أكسايد والكربون مونوكسايد والـ اللي بتحتوي على الكربونيت والبي كربونيت كل المواد دي أو كل الحاجات اللي قدامها دي Not Considered as Organic Compound طب الحاجات الكتيرة دي قوي أو إيه اللي خلى الـ Organic Compound أصبحت كتيرة جدا والـ Abound بتاعتها أصبحت عالية قوي لأنه الكربون عنده القدرة إنه هو يعمل يعمل بونز يعمل طبعا زي ما انت عارف إحنا عارفين إن الكربون بتاعتها فلما أجي أعمل هي هيكون وبعدين فبالتالي لما أجي أعمل حوالين تمام على حسب فيه عندنا هنا تمام فكل واحد منهم هيعمل مع من أتم تانية وده نفس الشي هيعمل مع من أي تاني وبعدين نفس الشيء هنا مع تاني ونفس الشيء هنا مع بالنسبة لأ فلازم يكون حواليها لازم يكون حواليها تاب يتكون ازاي يأما يتكون إنه ممكن يعطي لك ممكن يعطيها لك على شكل سلسلة ممتدة بالنظر ده كده تمام أو على شكل سايكل تمام يعني يعطي لك إما يكون ممتدة على شكل تشين يأما يكون على شكل سايكل طيب وهي تشين ممكن يكون موجود فيها عندك اللي هو ب Bernie أو يكون موجود فيها أو يكون موجود فيها وبالتالي ده هيكون ده هيكون يعني كل حاجة بتحتوي على اللي فيها أكيد بيختلف عن اللي فيها واللي فيها ده وأكيد بيختلف عن اللي فيها ده بالنسبة لمن ده بالنسبة لي اللي هو أول حاجة طبعا هي إما هي بتتحد مع نفسها الكربون مع الكربون أو الكربون مع الأكسجين بضبل بوند أي أو الكربون مع نفسها طيب نجي حاجة تانية أو سبب تاني لوجود أو اللي هي طبعا هي بتتحد مع بعضها أو بترتبط مع بعضها بأشكال مختلفة يعني إما يكون معنى كلمة يعني بتكون إيه زي ما أنت شايف كده سلاسل ممتدة جنب بعضها وهكذا ويما يكون زي ما اتفقنا مع بعض حتى بالنسبة لي ممكن يكون زي ما أنت شايف كده بالمصدر ده أو يكون حصل فيها إيه بعد كده ماشي فيه أمان الله وبعدين حصل لها تمام أما بالنسبة لي برضو نفس الشيء إحنا عندنا هنا اللي هي بيكون متجانسة أو اللي بيكون غير متجانس لأن هنا كل الأتمز اللي بتكون اللي قدنا كلها عبارة عن كربون أما هنا كانت كربون وبعدين دخلت تانية خالص اللي هي يبقى كل الأسباب دي عبارة عن أسباب معينة بتؤدي إلى أنه هو اللي هي قدرتها أو أنه هو بيكون ليها الوافرة بتاعتها الوافرة بتاعت بتاعت الكمبون الارجانيك كومبون بتكون عالية جدا طب نجي نتكلم بقى كمان في حاجة مهمة جدا بالنسبة لي اللي هي الارجانيك كومبون لما أجي أتكلم على شكل الارجانيك كومبون بقى أجي أصيغه أو بقى أجي أكتبها بطريقتي يا إما يكون اللي هي الصيغة البنائية اللي أنا برسمها زي دي كلاكت على بعضها طالما إحنا وضحنا طريقة البوندينج ما بين التربون أطوم وبعدها يبدأ دي أسميها فورمولا أما لما أجي أجمع أنا عندي كام كربون موجودة جوة الكمبون وكام هايدروجين موجودة جوة الكمبون اللي قدامي يعني أنا عندي هنا وان, تو, ثري, فور يبقى سي فور إتش وطبعا لما أجي أعد النمبر أوف هايدروجين هلاقيها تن يبقى لما جمعت الكربون كلها مع بعضها والهايدروجين كلها مع بعضها أنا قدرت أحولها من structure formula إلى molecular formula. تمام؟ نجي هنا كمان أنا عندي هنا one, two, three, four carbon وعندي ten hydrogen. فبالتالي ده بنسميها ده اللي فوق ده بنسميها بيوتان لكن اللي تحت بنسميها ايزو بيوتان. لكن هما اللي اتنين ليهم نفس المolecular formula. يبقى أنا لما أجي أتكلم على المolecular formula والstructure formula. إيه الفرق بين ده وإيه الفرق بين ده. المolecular formula دي بتوضح لك the types and the number of atoms. أنا عندي بالضبط. ال types of atom عندي مين ومين? عندي الكربون والهايدروجين. تمام؟ طيب number of atoms أنا عندي كم كربون? أنا عندي four كربون. طيب أنا عندي كم هيدروجين? أنا عندي ten. هي وضحت لي بس نوعها وعددها. محددت ليش هما مرتبطين مع بعض ازاي? خلاص كده ده بالنسبة المolecular formula. لكن بالنسبة للstructure formula دي بقى هي اللي بتحدد لك طريقة البوندينج ما بين الكربون اتمز وبعضها مع بعض. يبقى أنا عندي دي كلها على بعضها. بما أنه وضح لي طريقة البوند ما بين الكربون اتمز. دي اسميها دي اسميها structural formula. أما لما يوضح لي بس the number of carbon atoms. و the number of hydrogen atoms بس. دي اسميها ايه? اسميها molecular formula. تمام؟ طيب. زي ما احنا شفنا مثلا في الاسلاد اللي فاتت دي. انا كان عندي هنا ايه? كان عندي هنا compound. والمolecular formula بتاعته كانت C4H10. وعندي other compound وبرضو كانت المolecular formula بتاعته كانت C4H10. ازا هما الاتنين has the same. the same molecular formula. لكن لما جينا رسمناها او لما جينا عملنا structure formula. حصلنا منها مرة على حاجة اسمها بيوتان. ومرة تانية حصلنا منها على حاجة اسمها ايزو بيوتان. طيب. بما انك مسكت نفس المolecular formula. حولتها الى اكتر من شكل في structure formula. ده بسميها ايزو موريزم. تفهم؟ ده اسميها ايه? ده اسميها ايزو موريزم. طيب تعالك كده معايا. نشوف. انا عندي هنا فيها كام كربون وفيها كام هيدروجين. ادي one two three four five. يبقى عطولها هيكون سي كام سي فايف. اتش تولف. صراحة كده? نيجي هنا. one two three four five. برضو سي فايف اتش كام سي فايف اتش تولف. كويس? وانا عندي هنا one two three four five. يبقى برضو هيكون سي فايف اتش كام اتش تولف. نفس المolecular formula ده بالشكل اللي قدامك ده هو نفس المolecular formula بالنسبة ليه الكمبوند التاني. هي نفسها المolecular formula بالنسبة ليه الكمبوند التالت. وبالتالي بما انك قدرت تشكل او قدرت تطلع اكتر من structural formula بالنسبة لي نفس المolecular formula دي بنسميها ايزو موريزم. تمام? ايزو موريزم دي معناها ايه? it is the phenomenon that many organic compounds are different in the physical and the chemical properties and also in the structural formula. اه but they have but they have the same molecular formula. طبعا خلي بالك انا عندي هنا سي فايف اتش تولف. عندي هنا كمان سي فايف اتش تولف وهنا نفس الشيء. سي فايف اتش تولف. يبقى اللي موجوده قدامنا. الحية اللي حصلت قدامك دي بنسميها ايزو موريزم. كويس كده? طيب. كده خلاص فهمنا وعرفنا يعني ايه? organic compound وعرفنا ان organic compound اي compound بيكون contain carbon. طبعا except carbon dioxide gas carbon monoxide gas and carbonate bicarbonate compounds. لما نيجي بقى نعمل التأسيمة الخاصة بالorganic compounds. طبعا احنا قلنا قبل شوية. لما اخدنا الابوندنس الخاص بي الorganic compounds. عرفنا برضو نفس الشيء لما اجي اقسمها المرة دي. انا عندي organic compound consist of open chain compounds. او يكون cyclic compounds. يا اما يكون سلاسل مفتوحة. يا اما تكون سلاسل حلقية او مغلقة. او مركبات حلقية يعني مقفولة. كويس كده. بالنسبة لي الopen chain يا اما يكون straight. يا اما يكون ايه branched زي ما اخدنا مثلا. لما اجي اعمل مثلا C4. ادي C4H10. كويس. ممكن لما اجي اعملها على شكل straight. تمام كده. وطبعا زي ما اتفقنا مع بعض انه كل كربون لازم يكون حواليها four bonds. وكل ده هيكون الhydrogen. تمام. ده يعتبر مين? ده يعتبر طبعا straight chain compound. اللي هو بيوتان او normal biotan. وممكن كمان اعملها كده. ادي one two three. وبعدين اجي حطا هنا اعمل branch CH3. وكل ده طبعا هيكون حواليها four bonds. زي ما احنا متفقين مع بعض. هيكون عندي هنا برضو نفس الشي. يبقى احنا برضو نفس الحكاية. قدرت اعرف يعني ايه. وقدرت اعرف يعني ايه. اما بالنسبة ليه. يا اما يكون هومو. يا اما يكون زي ما اخبنا آآ قبل شوية. كما اقترب بالنسبة ليه الكلام ده كله. هناخده واحدة واحدة بالتفصيل. وهنبدأ نشوف مع بعض اول حاجة بالنسبة ليه الارجانيك كيمسكري. اللي هو الهايدرو كربون. اتفقنا مع بعض انه علشان اتكلم على الارجانيك كومبونز هنتكلم اول حاجة عندنا اللي هو ابسط مثال بالنسبة اللي هتكون الاساس كله بالنسبة لي الارجانيك كيمسكري السنة دي اللي هو الهايدرو كربون. هيدرو كربون زي ما انت شايف بدأ بنصين. هيدرو جين وكربون. يعني هي بتحتوي على كربون وبيحتوي على هيدرو جين انلي. تمام؟ طيب بالنسبة لي الهايدرو كربون هنتكلم مع بعض دلوقتي على اول حاجة بالنسبة لنا اللي هو ساتيوريتد. معنى كلمة ساتيوريتد هنقسمها مع بعض الى ساتيوريتد. يعني ايه ساتيوريتد؟ تمام؟ ونون ساتيوريت أو أن ساتيوريت تمام كده؟ ساتيوريت ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة لتأسيمة الهايدرو كربون معنى كلمة ساتيوريت يعني عبارة عن كلها بتكون ايه؟ بتكون سينجل بتكون سينجل بون تمام؟ وبالتالي بتكون ماكسيمم أما بالنسبة لي بيكون فيها يا إما يا إما هيكون فيها يا إما هيكون فيها يا إما هيكون فيها هيكون فيها وده طبعا هيكون فيها أقل بالنسبة للهايدروجين بالنسبة للهايدروجين طب نيجي نتكلم بقى على بتتكون ازاي؟ أو بنقسمها ازاي؟ أول حاجة لازم تعرف إن في عندك بالنسبة للساتيوريت أول عيلة أو أول فاميلي احنا ندرسها عيلة اسمها الكان كويس كده الكان اللي هي بتبدأ بالميثان والميثان عبارة عن اول واحد الفرست بتاني والكربون اتومز ايكول كام ايكول وان كربون اتومز طب احنا اتفقنا مع بعض انه الكربون بيكون حواليها فور هيدروجين او فور بونز يبقى زي ما انت شايف كده بس لما اجي اجمعها يكون وده هنسميه ميثان تمام كده طيب لو احنا جينا شلنا او عملنا مثلا حسف او عملنا ريموف ليه هيدروجين فروم الكان علشان احصل على حاجة اسمها الكيل بنحصل على حاجة اسمها الكيل راديكل او بنسميها او بنرمز ليها بالرمز او ده اسمه ميثان لما اجي انزع منها اعمل منها مينس هيدروجين بحصل منها على ميثايل وهيكون الصيغة بتاعتها اسمها ثاني واحد انا عندي ادي وان تو وبعدين زي ما اتفقنا مع بعض هيكون حواليها كل واحدة منهم هنا هيدروجين وهنا نفس الشيء وهنا كمان لما اجي اعدها كلها هتكون زي ما انت شايف C2H6 C2H6 وده اسمه ايثان لو شلناها عملنا منها ريموف لي واحدة هيدروجين هيتحول الى ايثايل ودي هنسميها C2H5 وطبعا احنا بنكتب البوند دي ليه؟ على اعتبار ان ممكن اعمل عليها اضافة لأي ايلمنت تاني او اي راديكل او اي جروب بحيث ان انا احصل منها على كومبونز كتيرة تالت واحد هيكون C3CH2CH3 اللي هو البروبان ولما اعمل منها ريموف للهايدروجين هيعطيني بروبيل C3H7 وهكذا بنلاحظ حاجة مهمة جدا ان انا طول ما انا عمال بتنقل ما بين الميثان ايثان بروبان بيوتان وهكذا اللي بيحصل ان انا بعمل بي سي اتش كل مرة انا بزود C2 هنا لكس كلا معايا كانت CH4 يعني اول واحدة كانت CH4 اللي هي ميثان وبعدين تاني واحدة C2H6 تمام تالت واحدة C3H8 وبعدين C4H10 C5 C5H12 وهكذا H12 كل مرة لو تلاحظ احنا بنزود واحدة اسمها او مجموعة اللي هي الميثالين اللي هي CH2 يبقى لازم نعرف ان الهيدرو كربون اللي هو الالكان اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة تالت واحدة بتكون ومعنى كلمة يعني بيكون فيها وبعدين لما انزع منها او لما اعمل الهيدرو جن الواحدة هيدرو جن منها على طول بحصل على حاجة اسمها الكيل تمام طيب يبقى دلوقتي احنا فهمنا يعني ايه الهيدرو كربون ويتعرفنا على الالكان اللي هي زي ميثان ايثان بروبان بيوتين وهكذا نتكلم بعدلوقتي ازاي احنا هنبدأ نعمل بالنسبة عايزين نتعلم ازاي هنسمي الالكان كويس السؤال ده او الحتة دي هتكون مهمة جدا جدا في الامتحان بتاع طبعا في عندنا اول حاجة حاجة اسمها اللي هي بستخدم الاسم بتاعها على حسب مصدرها من الطبيعة تمام كده دي اول حاجة او تاني حاجة بقى اننا بقى استخدم طريقة الايوباك كويس كده وبالنسبة لي اللي هي ادل اي واد ال واد ال وال وال تمام كده النظام ده بنسميه نظام الايوباك او الايوباك سيستم على اعتبار انه هو يكون نظام عالمي كل العالم شغال فيه لو انا مسلا درست برا او درست في اي مكان انا هشتغل على الطريقة الايوباك فيه تمام طب نيجي بقى نشوف نتعرف واحدة واحدة ازاي احنا نعمل بالنسبة ل الالكان تمام اول 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 حاجة لازم احنا فيه عندنا بتاعتنا اللي الاساسية اللي بنسميها طبعا كل الكلام اللي قدامك ده اللي هي اطول حاجة وابدأ اعمل لها عملية ايه عملية ترصيل خويس كده وبعدين اعمل لها لما اعمل وبعدين فيه عندك هنا برانش لازم اعرف البرانش ده موجود فيه طب بص معايا كده يا ميس انت ليه عملتي من الشمال مش من اليمين كويس انا لما بدأت اعمل العد او لما بدأت اعمل من هنا لقيت انه اللي الموجودة معايا على تمام كده طيب نبص من الناحية التانية ادي لما عدت من ناحية اللي اليمين عملت من ناحية اليمين لقيت ان البرانش موجود معايا على نمبر فايف اذا لازم اختار العد بتاعي يكون من الاقرب او بالنسبة للبرانش دي اول حاجة يبقى اول حاجة لازم افض على اعتبار ان احنا بنسميها وبعدين ابدأ اعملها او بتعملها بالنسبة للارقام ولازم اعرف ايه اللي موجود قدامي بالنسبة للبرانش علشان اعرف ارقم واعرف اسمي واعرف اعمل الالكان اللي قدام طب تعال كده معايا ونحاول نسمي المركب اللي قدام اكده وانا بعد انا خلاص عملت هنا 1 2 3 4 5 6 لحد 8 تعال معدها كده بطريقة الارقام الخاصة بالليتن وورد ادي ميثا ايثا بروبا بيوتا بنتا هكسا هبتا اوكتا يبقى اول حاجة اكتبها على طول اوكت تمام كده طيب انا دلوقتي في عندي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لي النامينج الكمبونج اللي قدامي ده هل هو single bond ولا double bond ولا triple bond لان ده شيء مهم جدا جدا في النامينج بتاعتنا ابصي جدا على الكمبونج اللي قدامي لقيت انه كل الكربون من الكربون اللي قدامك مقتملة بالنسبة للسنجل كمان يبقى احنا عندنا هنا بيحتوي على يبقى دي على طول عبارة عن الكان يبقى اي كاتبة هنا ان جنب كلمة اقت اللي بتدل على رقم ايت في كتبنا عليها او اضفنا عليها كلمة ان او الحروف اللي هي الان اين تمام كده يبقى دي اول حاجة عملناها اللي هي اقت لان انت عندك النامبر اف كربون اتم اقوال ايت والايت معناها اقت تمام كده طب يا ترى هنكتب جنبها ان ولا اين لو كان فيها double bond ولا اين لو كان فيها triple bond ابص على الكمبون اللي قدامي لقيت ان كل كربون واخد يبقى دي على طول موجود فيها single bond يبقى بتنتمي الى الالكان فاحط جنبها هنا الكان تمام كده اللي هي ان يبقى اقت طيب انا عندي على الكربون في عندك برانش تمام كده اقوله انا في عندي على الكربون في عندي برانش بالCH3 دي انا عندي كربون واحدة كلمة بما انها جاي من كربون واحدة اذا معناها على طول بتنتمي الى الميثان طب هي دلوقتي اصبحت برانش او اصبحت الكيل فمش هقول ميثان لا ده انا هسميها ايه هنسميها ميثايل على اعتبار انها تعالوا بقى نشوف كل الكلام اللي احنا قلناه على شكل يبقى قريت التسمية اتفقنا مع بعض انت عندك الكان اساسي او اصبحت اصبحت تمام كده لحد كام لحد انا هتكلم بالنسبة لالكان اوكي يعني بينتهي بالا المي فانت عندك مي ثان اي ثان بروبان بيوتان وهكذا يبقى اللي قدامك ده بيوضح لك تمام اما المقطع اللي الناحية دي بيوضح لك هل هو اين ولا اين ولا اين هل هو الكان ولا الكين ولا الكاين بتاعتنا زي ما قلنا مع بعض ان انا على طول اشوف موجودة فين ممكن يكون ممكن يكون على حسب ما انت عايز يبقى دلوقتي او على حسب الفورمولة اللي موجودة قدامك يبقى اول حاجة ادور على وبعدين طبعا ابدأ اعمل لها ايه ابدأ اعمل لها يعني يعني او اتنسى الحتة دي زي ما احنا عملنا الورا اللي فادت هبدأ اعمل للكربون اتشين او الكربون اتوم تمام يبقى لازم ابدأ الترقيم بتاعي من الحاجة القريبة او القريب من البرانش بعدما اخترت وبعدما بدأت ارقمها من الناير من الناير اف تاني حاجة على طول ابدأ تمام كده كويس كده تعال بقى كده نشوف بالنسبة ليا step 4 على طول هنكتب number of branch زي ما قلنا وبعدين name of branch وبعدين name of ال can تعال بقى كده نطبق على طول مع بعض الكلام ده علشان ما نضيعش وقت كتير في الحاجات ال بيسألني السؤال بيقول لي لازم اكون شغال على اولا ده ادامي اهم اول حاجة طبعا لازم ادور على ممكن يكون زي ما انت شايف ممكن يكون branch طب احنا بص كده معايا لما اجي امشي كده ده يعتبر تشين صح ولا وممكن في ناس تمشي كده وتطلع لفوق عادي طبعا هما الاتنين زي بعض طب انا عندي هنا موجودة لو بلقت من هنا صح ولا لقيت ها تمام ولو جيت برضو رقمت من اليمين عفوا هلاقيها برضو لقيت البرانش اللي قدامي ده هيكون على انا دلوقتي اعمل ايه اقول لك تعال بص كده معايا حاجة مهمة جدا اللي احنا قرأناها قبل شوية لو انا مسلا جيت وقرأتها من هنا فبص معايا انا قرأتها خلاص من الشمال اليمين زي ما انت قلت فده هيكون وبعدين تود يبقى دي هتكون يا ولا ده هيكون وبعدين دي هتكون فور فهيكون وبعدين على الكربون عفوا على الكربون نمبر 2 وعلى الكربون نمبر 4 هيكون عندك 1 2 3 صح ولا ايه تراي ميثايل وبعدين اتكامل بقى انت عندك فايف كاربون يعني ميثا ايثا بربا بيوتا بنتا هيكون ايه هيكون بنتان صح لما اجي اجمع الجماعة اللي قدامك دول واجمع الارقام اللي قدامك ديه واشوف الصميشن بتاعاتهم يطلع لي كامل هتلاقيها تو بلاس فور بلاس فور يعني اقوال تين اسبها كده على جنب شوية وبعدين ابدأ من الناحية التانية كويس ابدأ من الناحية الايه ابدأت دلوقتي من الناحية التانية اللي هي زي ما قدامك يبقى ميثا ايثا بربا بيوتا بنت زي ما قلنا قبل شوية هتكون ايه هتكون بنت كل البونتز اللي موجودة بتوين كربون اطمز كلها يعني اضيف تمام كده طيب عندي على الكربون نمبر تو في عندك تو برانشز فوق وتحت يبقى عندي تو وكمان تو وكمان على فور تمام كده اه تلاتة برانشز يبقى تراي تراي ميثايل بنتان لما اجي اعمل لدول يبقى الرقم الصغير ده هو اللي يكسب يبقى انا لازم اختار هو اللي بتاعتنا لما اجي اعمل التسمية انه هو الرقم الصغير اللي قدامنا زي ما اتفقنا مع بعض يبقى احنا كده محدش يقول يا ميس انت ليه بدأتي من اليمين رغمنا ممكن لو بدأت من الشمال برضو هلاقي اقرب اقرب برانش موجود قدامي برضو على نمبر تو وانت لما بدأت من اليمين هنا برضو اقرب برانش موجود قدامك على نمبر تو هقولك لا احنا عندنا قواعد لازم لازم التزم بان يكون السميشن الخاصة بي يكون اقل حاجة يبقى التسمية بتاعتنا هتكون ايه زي ما احنا قلنا خلاصة يا ولاد تمام كده ده بالنسبة لي اول الكمبوند التاني في عندي المركب اللي قدامك ده عايزي ان ندور على بص معايا كده انا لما امشي كده ده يعتبر بالنسبة لك لونج فادي وان تو ستري فور فايف تمام تعالا كده نغير اللون ونشوف التانية لما اجي مساء كده اعمل كده ادي كمان تشين تانية صح ولاد طب يبقى هنا وان تو ستري فور فايف سيكس يبقى اطول او لونج ستتشين اللي موجودة عندك كونتين سيكس كربون تمام فاصلاحة ده عبارة عن ايه عبارة عن برانش واصبح ده كمان عبارة عن برانش واصبح ده كمان عبارة عن برانش لما اجي بقى اعمل يبقى خلاص انت بقيت فاهم الدنيا وعرفت ان انا هبدأ اعمل من هنا يبقى ادي يبقى اول كلمة هكتبها ايه اول كلمة هكتبها ايه اول كلمة هكتبها اكس ادور بقى على الكربون اتومز والبوند اللي موجودة ما بين الكربون اتوم لقيت ان البوند اللي موجودة بتوين كربون اتومز كلها عبارة عن ايه كلها عبارة عن سينجل بوند وبما انها عبارة عن سينجل بوند يبقى بلونج ستو الكان يبقى على طول هنضيف الان ايه يبقى اول حاجة انا كتبت اسم اللونج تشين تمام كده يبقى هكسان انا عندي على الكربون نومبر تو وعلى الكربون كمان نومبر تو هنا من فوق وهنا من صح وكمان عندي على الكربون نومبر فور في عندك برانشز بالميثايل يبقى صح كده تعال بقى نشوف كده الكلام بتاعنا مكتوب ازاي زي ما انتا شفته قدامك همسح انا بقى دي خالص اشان تشوفها نشوف الكومبوند التالت علشان نبدأ نسمي انا عندي هنا برضو ندور على زي ما اتفقنا مع بعض تمام تعال ندور على دلوقتي انا ماشي كده ده يعتبر وفي ناس ممكن تقولك طب انا ممكن امشي كده صح ولاقا طب اما انت لقيتهم زي بعض في بقى خليك اسلم حاجة انك انت تكون على شكل ايه على شكل بالمنزر اللي قدامك ده تمام اذا اصبح قدامي دلوقتي في برانش على الكربون نمبر 2 بالميثايل وكمان على الكربون نمبر 2 بالميثايل على الكربون نمبر 3 لكن انا لو عادت من هنا اول برانش هيكون على الكربون نمبر 2 وهيكون التاني على الكربون رقم كام برضو نمبر 3 فاصبحت بالنسبة لك برضو ما هياش معضل المهم تعال بقى كده ايه نرقمها او تعال بقى نعمل بالنسبة لي اللي قدامي ده بصجرة معايا اتفقنا مع بعض انا عندي ده اللي هو يبقى اول كلمة اكتبها على طول كده على جنب طيب انا عندي هنا كمان كل البونز اللي موجودة كلها يبقى بما انها يبقى إذا اكتب كلمة يبقى على طول اسمها بنتان تمام طيب نجي بقى هنا انا عندي على الكربون نمبر 2 في عندي ميثايل وكمان على الكربون نمبر 2 في عندي ميثايل وبعدين في عندك على الكربون نمبر 3 إيثايل وعندك على الكربون نمبر 4 ميثايل انا دلوقتي هبدأ بمين يا مس يا ترى هبدأ بالميثايل ولا بالإيثايل اقولك بص بقى كده معايا لما اجي اقرأ الالفا بيتيكل اللي هي الحروف الأبجادية تكون عندك A B C D E وبعدين ال M بعيدة خالص يبقى أنت عندك أول حاجة ال E Thile تبدأ بحرف E و E Thile تبدأ بحرف ال M طبعا في الألفابيتيكال ال E بتصبك ال M فبالتالي أنا هبدأ وهتزن ب A بال E Thile الأول وهكذا تخليها دايما فعلها تبارك أنه أنا هبدأ B الأول في الألفابيتيكال يبقى همسك دلوقتي أنت عندك ال E Thile موجودة على الكربون نومبر ثرين فأروح آيل ثري على الكربون نومبر ثري في عندي E Thile تمام وعلى الكربون نومبر تو وكمان على الكربون نومبر تو وعلى الكربون نومبر فور يبقى تو تو فور في عندي تراي ميثايل بعدين أي أولاد تراي ميثايل البنتان بصي كلا معي يلا شوف الإجابة تكون عندك إزاي ثري ثري E Thile تو تو فور تراي ميثايل بنتان وكده عرفنا نسميها خلاص ناخد أول واحد آخر واحدة هنا تمام هنا بقى واحدة جديدة دخلنا عليها إيه دخلنا عليها تمام برضو نبدأ نفس الحكاية برضو أبدأ أعمل أو ده مش أساس من الليرست للبرانش أدي وان تو ثري فور فايف سكس تمام ميثا إيثا بربا بيوت بنت هكس يبقى أول كلمة أكتبها هنا على طول كلمة هكس وكل البوند زي ما أنت شايف كلها سينجل بوند يبقى هتكون آن يبقى أول حكا تبتهي إيه هكسان طيب على الكربون نومبر تو وعلى الكربون نومبر ثري وعلى الكربون نومبر فايف في عندي برانش ده اسمه دي اسمها ميثايل تمام ودي طبعا اسمها برومين صحي كده ودي اسمها كولورين بس تركز ما كده هنقول حاجة تانية خلاص برضو نفس الحكاية هبدأ ألتزم بإيه الوقت برضو بالألفابيت كان A B يبقى البرومين هيبدأ الأول C وبعدين كولورين وبعدين M اللي هو الميثايل بس مش هقول برومين ولا هقول بروميد ولا هقول كولورين ولا هقول كولوريد لكن أنا هقول 5 برومو على الكربون أنا عندي على الكربون نومبر 5 في عندك برومو لازم أضيف حرف الأو وبعدين على الكربون نومبر ثري في عندك كلورو وبعدين على الكربون نومبر تو في عندك ميثايل صح ولا لقا كده وبعدين آخر حاجة أكتب هادو اللي هي هكسين بس معايا كده 5 برومو يبقى حتى وأنا عندي برانشز مختلفة لازم ألتزم بي الألفا بتيكان حتى وأنا عندي برانشز مختلفة لازم وأنا بعمل لازم ألتزم بي الألفا بتيكان على طول تمام طب نيجي بقى هنا بيقولك هو بقى عايزك ترسم له طبعا دي ما كانتش موجودا مفروض وبالتالي هو طالب منك أن يجيب لك الاسم هو خلاص متسميه وجاهز وانت هتعمله الفوملة بتاعته طب تعال كده معي نشوف احنا نعملها ازاي أنا عندي هنا يبقى أنا هبدأ من الجزئية دي يعني أنا عندي بيوت وبعدين طبعا بما أنها تنتمي أو بتحتوي في الآخر خالص أو بتنتهي بي الأن يبقى كل البونتز حوالي الكربون كلها سينجل بونت يبقى دي كلها عبارة عن سينجل بتوين كربون أطمز كلها سينجل بونت وإحنا عارفين أن الكربون بيكون حواليها فور بونتز زبطنا الروابط بتاعتنا وعملناها أو البونتز كلها قدامنا نبدأ بقى نرقم من أي مكان أنت عايزه تمام؟ طبعا أنت دلوقتي اللي بترسم يبقى أنا هرقم من أي مكان أنا عاوزه أنا مثلا سامي دي نومبر 1 2 3 4 5 6 لقيته بيقول لي على الكربون نومبر 3 في عندك إي ثايل أروح جاء على الكربون نومبر 3 وأحطله الإي ثايل هي C2H5 تمام؟ وعلى الكربون نومبر 2 ونومبر 2 ونومبر 4 في عندك می ثايل يبقى هنا می ثايل CH3 وهنا كمان می ثايل CH3 على الكربون نومبر 2 وقال لي كمان على كربون نومبر كام يا ولاد على كربون نومبر فور اها اجي حطى كمان سي اتش ثري وقادي الشكل بتاعنا اوه زي ما احنا عمل طيب التانية بقى بيقولك برضو هبدأ بالحتة دي اي ثان ميثا اي ثان يعني فيها اي دي الاولى وقادي التانية ان الحرف اللي قدامك ده معناها ان البوند اللي ما بين الكربون اتمز دي عبارة عن سينجل بوند اكمل الفور بوند حوالين الكربون وتحب ترقم ملي يميل او من الشمال ما فرقتش معاك لان هي يبقى انا عندي مثلا دي وان وآدي تو قالك على الكربون نومبر وان فيه عند كلورو اجي حضط له هنا الكلور تمام كده او الكولورين واجي حطى طبعا ده اتش وده اتش على الكربون نومبر تو فيه عندك الفاينايل اللي عبارة عن ايه عبارة عن بنزين سايكل قدامنا اها وكده خلاص اكمل الباقي عبارة عن هيدروجين ونفس الشيء ده كمان عبارة عن هيدروجين طبعا هو هنا جاتبها لك وجمع لك الهايدروجين عادي فانا اقول ممكن اقول اهي سي اتش تو سي ال سي اتش تو الفاينايل تمام صحيب كده احنا عرفنا ازاي بنعمل عاملات النيمينج لي الكمبونز الارجاني الكمبونز ويعرفنا ازاي بنسميها تسمية بسيطة جدا وتعودنا عليها التسمية بتاعاتنا وكانت سهلة اوي 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 طيب بالنسبة لي الاول حاجة عندنا ناخدها النهاردة اللي هي اول منبر بالنسبة لي الفرست تشين اللي عندنا بالنسبة لي الالكان هنتكلم النهاردة على واحد اسمه ميثان تمام ميثان اللي هو اول واحد طبعا احنا قلنا ميثان يعني كربون واحدة وبالتالي انا عندي هنا فور هيدروجين يعني هيكون سي اتش فور ميثان is the simplest كومبوند ارجانيك ده يعتبر ابسط كومبوند لانه بيحتوي على وان كربون اطم بس خلاص كده تاني حاجة طبعا في كل المناجم بيكون موجود ميثان جاز ممكن لا قدر الله يؤدي بتحصل كتير جدا بنسمع عنها كتير جدا بنسميه اللي هو الغاز اللي بيطلع من المستنقعات لما بتعطي مثلا فترة الميا الرجل فترة كبيرة جدا وبيكون فيها برقت مثلا تموت كتير او كده فبيطلع منها الجاز ده اللي هو ميثان جاز تمام طيب عايزين بقى نعرف ازاي احنا بنعمل ميثان جاز خلاص كده ميثان جاز فيه عندنا سول بنسميها سي اتش ثري سي او او ان اي اللي هو عبارة عن سوديوم اسيتيت او انهايدروس سوديوم اسيتيت بنعمل لها هيتينج ويذ لايم ويذ سودالايم اللي هي الان اي او اتش فيه وجود الان السي اي او تمام ايه اللي هيحصل بقى كده معي انا عايزة احضر السي اتش فور فكأنك مثلا بتجمع لي السي اتش ثري مع الاتش دي هتروح دخلها معها جوه ويعطيه لك السي اتش فور اما باقي الكونباوند اللي قدامك ده اعمل له كده تجميعة كلها مع بعضها يبقى ادي الان اي والان اي اصبحت ان اي تو واد السي وان تو ثري اوكسجن يبقى هيكون ان اي تو سي او ثري تمام يبقى كده احنا عرفنا ازاي بنعمل اول حاجة ده اللي هو سوديوم اسيتيت انهايدروس سوديوم اسيتيت تمام واذ سودا لايم على طول هيعطيني سي اتش فور بلس ان اي تو سي او ثري ودي طريقة التحضير في اللابراتوري الطريقة بتاعتنا هيا عندك هنا اللي هو سوديوم اسيتيت بلس سودا لايم واجي اعمل لها اي اجي اعمل لها بيرنينج وطبعا محطنا جوه بويلينج تيوب وعملنا دليبري تيوب وبدأنا نستنتي نعمل دليفر لي الجاز اللي طالع تحت المية او لكن لقينا انه الجاز بيطلع لي فوق بيعمل ريبليسمنت دون وورد اوز ووتر خلاص وطبعا ده الميثان جاز قدامنا اهو بس انا قبل حاجة قبل ما ادخل على الصفات بتاعته عايزة اوقفين عند حاجة معينة طبعا كانت الكونتينر ده كله على بعضه كان لكن لما الميثان جاز بدأ يدخل من تحت المية على طول عمل دون وورد او عمل ازاحة سفلية بالنسبة للووتر والجاز كان موجود فوق في الكونتينر ده معناها ان دي اول حاجة حاجة كمان طبعا هو جاز بيكون خفيف عن المية فالووتر هتنزل تحت وهو الجاز هيطلع للفوق بكده انا قدرت اعمل تجبيع او قدرت اعمل يبقى اعمل لها على طول هيطينج هيعطيني ميثان بلس سوديوم كربونات تمام ميثان جاز بلس سوديوم كربونات يبقى احنا كده اول حاجة قدرت احضر الميثان في اللابوراتوري وبعدين ناخد دلوقتي بالنسبة الالكان نفسها لما اجي اتكلم على الالكان اللي هيكون بتحتوي على بتحتوي على اي اولاد بتحتوي على سينجل بوند عندنا اذن معنى ممكن بنبدأ من اول سلسلة اللي عندك بيكون من اول ميثان فالالكان اللي قدامنا بيكون لها بنتكلم على يعني مثلا ميثان ميثان بربين بيوتان ده كلهم عبارة عن ايه عبارة عن جاز اما الالكان which contains from 5 to 17 carbon atoms ده بيكون وإعطالك الاجزامبل زي الجازولاين والكيروسين يبقى from 5 to 17 برقة الفيزيكا بتاعتنا تبقى اكتر شوية او اكتر اكتر يعني وبالتالي بعد ما كان جاز اتحول الى اكيد طبعا بعد او هيتحول الى صولد زي مين زي ده بالنسبة لمن ده بالنسبة لي الخاصة او الخاصة بالالكان نيجي بقى نتكلم على يعني هتكلم على بتاعتها تمام اول حاجة كالعادة بنتكلم على وانت اخدت من ايام ما كنت في اولى سنوي وتانية سنوي مش هيعطي لك الا حكتين اساسيتين كربون دي او طبعا بالاضافة للانيرجي بس لازم تكون بتاعتك لازم تكون يبقى دي سي اتش فور بلس تو او تو هيعطينا سي او تو بلس اتش تو طب لو مسلا اخدنا الايثن اللي هو سي تو اتش سكس بلس او تو واجي اعمل لها بورنينج مع الاكسجين برضو هيعطيني كربون داي اوكسايد بلس ووتر فيبر اتش تو او بلس انرجي لكن الاكوشن دي مش موزونا او فمنت انت عندك هنا ايه اخليها تو تمام وبعدين في عندي هنا هنا نعمل ايه نعمل طب تعال بقى كده نشوف الاكسجين الاكسجين كانت دخلة وبعدين انا عندي هنا وثري طب ما عنديش رقم اضربه في يعطيني سبن فعلى طول علشان تبدأ تعمل انت فيه عندك وفيه عندك اول حاجة تعملها وهتريحك جدا 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 فيه بالنسبة لاي انك تروح ماسك وخليه مثلا ايه اضربه لي يعني حوله الى وبالتالي بقى خالص انا هشيل وهضربها في واخليها وهبدأ من هنا بقى من الحتة دي تمام اجي اخلي دي وعلى اساس دي بقى يا ولاد ابدأ اعمل كلها على بعضها فتعال كده معي اجي هنا تمام اجي عاملة هنا على طول تمام كده يبقى انا كده عملت بالانس الكربون وعملت بالانس الهايدروجين اجي بقى اشوف الاكسجين هنا اخليها شوية انا لما ضبطت الاتنين دول بقى عندي هنا وبقى عندي هنا سكس بطبعا اجي اضرب هنا يبقى كده احنا عملنا ايه اولاد انا واتكلمنا بالنسبة لي اللي هو الالكان اول حاجة عندنا تاني حاجة الكان او فيها بما انها تحتوي على يبقى مش بيحصل عندها اي اضافة لكن اللي بيحصل بيحصل فيها تمام ودي اخر حاجة انا اخدها النهاردة وبنكمل الحصة الجاي بالنسبة المعنى كلمة يعني انا ما بقدرش اعمل عليها ادشن لاي شيء تاني اصلا لكن اقدر اعمل معنى كلمة يعني ايه يعني اشيل منها حاجة واجي حط مكانها حاجة تاني ناخد مسلا دلوقتي كده اول اول قدامنا تمام طبعا احنا اول حاجة هنعملها الهالوجين الهالوجين هي مسلا كولورين بيرومين بيرومين بيرتو او ايو وهنا هايدروجين نفس الشيء هنا هايدروجين وبعدين بلاس سي ال تمام السي ال دي انا عايز اخليها سي ال ايه اللي هيحصل هنا انا هعمل ل ال فيعطيني سي ال بلاس سي ال كويس وهكذا لما اجي اعمل تاني مرة تانية اننا اننا اخليها تعمل مع سي ال هعمل ال ويطلع لك نفس الشيء انا لسه عندي بس هنا فقط برضو اعمل الواحدة منهم بواحدة كولورين عشان يعطينا طب انا عندي هنا كام هيدروجين لسه لسه فيه باقي معايا وحدة اذا معناها انا على طول برضو هعمل الواحدة كولورين منها وهيطلع معايا اللي هو يبقى دلوقتي احنا عملنا ايه اعملنا او عملنا معنا كلمة مش بيحصل الا في اللي اصلا تمام كده بما انها مقدرش اعمل لها لكن اقدر اعمل لها ايه لكن اقدر اعمل لها يعني اقدر اعمل لها اشيل منها مثلا واحدة من الهايدروجين واجم دخل عليها اي حاجة عندي احنا بدأنا ممكن نعمل بحاجات تانية كتيرة لكن مرة الجاية هناخد تكملات اللي هو الكميكال الخاصة بي الالكان واشوفكم على خير ان شاء الله